وفق مجلس جامعة بارشلون على اقتراح لدعم فلسطين من خلال قطع العلاقات المؤسسية والأكاديمية مع أي جامعة إسرائيلية أو معهد أبحاث أو شركة أو مؤسسات إسرائيلية يأتي ذلك وسط انتشار مخيمات الاحتجاج في عدة جامعة بريطانية تأييداً لفلسطين والمناهضة جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلية في قطع غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلية على قطع غزة لا تقتصر الخسائر الإسرائيلية على الجوانب السياسية والعسكرية في حسب بل على صعيد صورتها في المجتمع الدولي أيضاً دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والمخاطر المتزايدة بشأن إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين لم تكن سوى البداية وذلك بعد انتفاض عدد من الجامعة حول العالم رفضاً للجرائم الإسرائيلية في قطع غزة وللمطالبة بوقف إطلاق النار وفي إسبانيا وافق مجلس جامعة برشلونة على اختراح لدعم فلسطين من خلال قطع العلاقات المؤسسية والأكاديمية مع أي جامعة إسرائيلية أو معهد أبحاث أو شركة أو مؤسسات إسرائيلية أخرى كآلية للضغط على إسرائيل لسنيها عن ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية والمطالبة بحل القضية الفلسطينية وفي أيرلندا أعلنت كلية ترينيتي في العاصمة دابلين الموافقة على سحب الاستثمارات من الشركات الإسرائيلية التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمدرقة على القائمة السوداء للأمم المتحدة وذلك نتيجة لمطالبة عدد من الطلاب المحتاجين بذلك تضامناً مع الفلسطينيين في قطع غزة على صعيد آخر أعلنت رئيسة جامعة بروكسل أني مشاوس اعتزام الجامعة تقديم الشكوى للشرطة ضد الطلاب المشاركين في احتجاج ضد الحرب الإسرائيلية على غزة وفي هولندا أفادت وسائل أعلام محلية بتنظيم متظاهرين مؤيدين لفلسطين اعتصاماً في أحد مواقع جامعة أمستردام بعد يوم من اشتباكات بين متظاهرين من الطلاب والشرطة في العاصمة الهولندية وأوضحت جامعة أمستردام أنها ترغب في التوصل إلى حل مع الطلبة المتظاهرين ويأتي ذلك فيما أعلنت جامعة أتوريختا إنهاء الشرطة المحلية مظاهرة مؤيدة لفلسطين في مكتبة الجامعة يأتي ذلك فيما تنتشر مخيمات الاحتجاج في عدة جامعات بريطانية منها أكسفورد وكامبرج تضامناً مع غزة اشتركوا في القناة